يستأنف مجلس نواب رئاسة علي عبدالعال جلساته العامة اليوم بأخذ رأي نهائي على مشروعات قوانين الرياضة والاستثمار ومنح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة العامة ويشترى تل الموافقة النهائي على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة موافقة ثلثي الأعضاء ومن المقرر أن يبدأ المجلس أيضا أولى مناقشات تقرير اللجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون قابة الأثريين المقدم من نائب أسامة هيكل ولمزيد من التفاصيل مشاهدين ينضم إلينا مراسل أونلايف من أمام مجلس النواب مينا مكرم مينا بداية مرحبا بك أطلعنا على آخر التفاصيل لديك جدول مكثف اليوم يشهده العمل في مجلس النواب حيث بدأت منذ صباح اليوم أعمال اللجان النوعية التي ترفع تقريرها للجنة العامة التي من المقرر اليوم أن تناقش عدد من المشروعات وقوانين المشروعات وأيضا من المنتظر اليوم الحسم في مصير عدد من القوانين الخاصة ومشريع وفي أبرزها ومن أهمها قانون الاستثمار من المتوقع اليوم أن يتم التصويت بشكل نهائي على قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لمجلس النواب هذا في حال عدم إعادة المداولة على أحد المواد التي كانت تشهد خلافا بين أعضاء مجلس النواب عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من وزراء الحكومة حيث المادة التاسعة تشهد خلافا فيما يتعلق باللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذي من المنتظر أن يكون انطلاقة جديدة لأوضاع الاستثمار في مصر من خلال المواد الخاصة به التي تشجع على البيئة الاستثمارية وأيضا تيسر العديد والعديد من العقبات التي كانت تقف في وجه المستثمر الأجنبي في مصر حيث تعتمد مواد هذا القانون الجديد على إزالة كافة المعوقات أشكرك مينا مكرم كنت معنا من أمام مجلس النواب شكرا جزيلا لك